سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة عايزة حقيقة ابتدي الحلقة واقول انه نفسي تبارك الرب فعلا واشكره من اجلكم ومن اجل عمل ومن اجل حضوره ومن اجل محبته المقدمة لنا ومن اجل انه دائما يحل في وسط ابنائه وفي وسط كنيسته وفي وسط وفي داخل قلوبنا كمان نفسي مبتهجة بالرب اليوم لانه دائما قريب من ابنائه ووعوده دائما تتحقق في حياتنا بصلي من اجلكم ان يكون ده وعد حقيقي في حياة كل واحد واحدة منكم حلقة النهاردة بقى عن موضوع الاسراء والمعرك فاكرين في الاسابيع اللي فاتت انه الاستاذ ابراهيم عيسى اتهموه بالردة وكتير جدا من الامور اللي اتكلمنا فيها قبل كده لكن ده مش موضوع هو قال انه في من يقول ان المعراج لم يحدث اصلا وانه مثلا كان رؤية والخلاف على الاسراء والمعرك كان بالجسد ولا بالروح وكلام ده كله انا بقى بعيدا عن موضوع الاستاذ ابراهيم عيسى بقى لي شوية بافكر في الموضوع ده ايه الهيصل معمولة يعني على موضوع الاسراء والمعرك ده عملنا تسعمية مرة واتكلمنا عليه في كل برامجنا لكن انا النهاردة لقيت بقى كمسلمة سابقة لازم اني ارجع كده افكر الناس بالخرافة دي الحقيقة انها فعلا خرافة تفاصيلها ايه العلامات الهامة اللي لازم نتوقف عندها واحنا بنفكر ايه اهمية الموضوع ده يعني اضاف ايه للاسلام هذا الموضوع الناس كلها مسكة في حتة الصلاة وكنا هنعمل ايه لو ما كانش حصل ده والصلاة خدها في المعراج والكلام ده كله ماشي ماشي برضو اضاف ايه الموضوع خلينا نشوف التفاصيل الكتيرة اللي ممكن تعدي علينا كده واحنا يعني مش واخدين بالنا اهميتها وقصرها على الفكر الاسلامي الحاجات دي من الامور الهامة لازم ناخد وقت نقصل ونوضح ايه المنبع بتاعها في التعليم الاسلامي ولما نقف ونفكر هيتضح لنا منها علامات هامة لشخصية محمد وشخصية هذا الاله الذي يقدمه للمسلمين ويتكلم عنه شيوخ المسلمين بيدعوا انه اسراء والمعراج دي معجزة محمدية يعني دي معجزة مهدى بقى من الله لمحمد دي معجزته بقى لكل الشيوخ عملين يلزقوا هالو انها معجزة هو عمل ايه محدش عارف حصلت ولا لو حصلتش محدش عارف مين شاف محدش شاف الفاهم والقارئ والمتروي في قراءة هذا الامر هيقول كده انها مجموعة من الافكار المسروقة المشوهة المشوشة عن الله والعلاقة بيه هقولها تاني الافكار المقدمة في الاسراء والمعراج هي افكار مجموعة كبيرة من الافكار المسروقة المشوهة المشوشة عن الله والعلاقة بيه اللي في نفس الوقت محمد بقى كمان بيسرق مكانة مش بتاعته وعايز يقول انه قريب جدا من هذا الاله ويؤله نفسه في امور كتيرة حلقة النهاردة بعنوان الاسراء والمعراج معجزة ام خرافة يمكن اسم ده طرح كتير لكن ده هدفه هي معجزة ولا خرافة بتقوله معجزة ورونة خرافة حنشوف لانه كثير من ما يعني ما تقدم هي خرافات مسروقة من اساطير قديمة لكن قبل ما اكمل يعني تفاصيل الموضوع لازم اتوقف عند حدث هام جدا حدث مؤلم جدا ومهم اني اشاركه معاكم النهاردة عن اخت عابرة شابة صغيرة هتشوفوا صورتها دلوقتي على الشاشة اسمها ايمان سامي مغديد من اربيل انا هقرلكم النهاردة من صفحة الله محبة صفحة اخونا السلفي العابر هتلاقوا العلامة بتاعته على جانب الصفحة هنا الحقيقة انه دائما بيقدم لنا يعني تفاصيل هامة عن العابرين وعن امور كثيرة في الاسلاميات وبتكون دقيقة جدا فبنشكره وبنصلي من اجله وبنصلي ان الله يستخدمه بقوة في اسم يسوع خلينا نشوف التفاصيل السورة اللي بعد كده اللي كتبها لنا اخونا السلفي العابر بيقول كده انه الشيخ مادي ما سامي مغديد بيحتفل بمقتل ابنته ايمان بعد ان تركت الاسلام واعلنت ايمانها بالمسيحة النشطة ايمان سامي مغديد تبلغ من العمر 20 سنة وهي ابنة احد رجال الدين الاسلامي في اربيل واختارت طريق مختلف وغيرت ديانتها من الاسلام الى المسيحية وغيرت اسمها الى ماريا وكانت مزيعة في قناة اسلامية وكانت مدفعة قوية ونشطة عن حقوق النساء وانفصلت عن زوجها وكانت نشطة في مواقع التواصل الاجتماعي ايمان اتقتلت يوم 7 مارس تقريبا وده الاعلان ده اتحطت يوم 8 مارس وطبعا اليوم العالمي للمرأة واتلها اخوها وعمها واعترفوا بارتكاب الواقعة قرب مطار اربيل الدولي وهي الحدثة الخمسة لمقتل النساء في الاقليم ده منذ مطلع العام الحالي بص انا عايزة اقول لكم حاجة اولا ان احنا يعني دي الحدثة الخمسة المثبتة عايزة اذكركم بالحلقة اللي عملتها مع النشطات من العراق ومن المنطقة دي وكانوا بيقولوا انه هناك جثث لبنات تكتشف كده موجودة يعني يكتشفوها وما يحاولوش يعرفوا يا مين ولا بنت مين يدفنوها خلاص لانها ست اكيد هتبقى جريمة شرف اكيد هتبقى حاجة زي كده اللي توقفت عنده ان ايمان عندها عشرين سنة كانت متجوزة وطلقت يعني عشرين سنة ولكنها ايضا ناشطة قارئة اختارت حيالي نفسها مع الرب وانا بشكر الرب من اجل ده حياتها القصيرة مش هتروحها بقى لانها مجدت اسم ربنا النهاردة احنا يمكن مش كتير بنشوف حد عنده الجراءة انه يعلن انه انه او انها عابرين ويكونوا في وسط اهلهم وعادة جرائم القتل اللي بتحصل ضد العابرين بتتغطى محدش بيطلع يقول دي كانت مسيحية وقتلوا عشان مسيحية لكن طبعا لانها كانت متكلمة انا بقول كده يعني ده ده رأيه لانها كانت متكلمة وواضحة فاكيد اضطر الاب انه يطبق عليها الحد شيخ بقى ويفتخروا بده دي من الامور اللي يعني فكرتني بازاي الاسلام شرع انه يقتل العلاقة والرابطة اللي بين الام والاب والابناء والعيلة باسم الاسلام تذكرت النهاردة لما محمد سأل ربه انه يروح يزور قبر امه فقال له زورها فقال له طب يعني استغفر لا قال له لا لا ما تقدرش تستغفر لا ولما تسألوا الشيوخ انتوا تقدروا مثلا استغفر لحد مش مؤمن مش مسلم يقولك لا المسلم بس الاسلام قطع العلاقات الارحام ببعضها الام والابن والاخ ليه ما عندك محمد اهو المثل اداكم المثل لا رحمة ولا ده دين رحمة ولا هذا النبي هو نبي رحمة انا معرفش اختبار ايمان مع المسيح معرفش تفاصيله لكن كانت بنتي شيخ يعني سامعة فهمة بالتأكيد الفهم كان جزء من اختبارها مع لمست الله في حياتها لكن معرفتها للحقيقة غيرت حياتها من منظور العالم ممكن يقولك هتأتلت هاي لكنها فازت بالحياة الابدية وكل عابر وعابرة النهاردة يقفوا يقول ما عنديش اي مانع ليه المسيح يعني ليه الحياة هي المسيح والموت ربحن لي نشكر رب من اجل حياتها ومن اجل شهادتها لربنا لكن المعرفة كل حلقة بقولكم لازم نفهم ونتعمق في المعاني المقدمة لنا كده يعني والقصص اللي كل يوم بتتقدم لنا واحنا محناش عارفين نفحص اولها من اخيرها تعودنا نستلمها وقصة النهاردة بقى الاسراء والمعرف دي من القصص اللي احنا كمسلمين سابقين او مسلمين حاليين انتو اللي بتسمعوني اتسلمتوها وقلتوا ايه سبحان الله خدوا قصرة بيه والبراق وركب ومش عارف ايه وطار وجنحة وجبريل معاه وكلام من ده تقول سبحان الله شوف ازاي بقى ويقول لك بقى وراح وربط البتاع في الصورة تقول امين يا سلام صلى بالانبياء يا سبحان الله وبعدين يروح محمد ويشوف بقى النار والجنة وتقول اعوذ بالله من غضب الله ترعبك فتروح بقى من التسليم بالامر على انه فيها حاجة حصلت من غير ما تفكر وتفحص الى انك تؤمن على ده وتستعيز من ده وغضب الله وانت مش فاهم حاجة وانا كنت واحدة منكم ما كنتش فاهم حاجة ما كنتش فاهم حاجة بيقولولنا كانوا ان الاسراء والمعراج ده معجزة محمد وان الاله هذا الاله لانه ليس الله اطلعوا على اسرار في اللي بيقولوا عليه الاسراء والمعراج ده ايه الاسرار اللي اطلع عليها محمد يعني رجع لنا بايه الجنة والنار ومين بيتقص شفايفه ومين بتتحرق شعرها ومين لسانه مش عارف ايه ومين جلده بيقع ومين وشه بيقع اصرار التخويف والارهاب اللي رجع لنا بيها وحاجات تانية كمان حنشوف حنشوف هي ايه يقولك ان المرئيات اللي شافها محمد دي بقى كانت من العطايا يعني اللي ادهال وربنا معجزة كانت معجزة اللي شافها محمد والشعراوي يقولك بقى حاجة تانية على فكرة الشعراوي ليه حديث مطولة بقى جدا في موضوع الاسراء والمعراج والظهر ان دي كانت اول الخبطات الصحفية اللي عملها يعني لانه برنامج نور على نور عمل 3 ا4 حلقات فيه القديم قوي بتاع مش فاكرة احمد حاجة احمد فراج اعتقد الشيخ احمد فراج طبعا كلنا كنا بنشوفه يعني نقعد نستنى نور على نور ده فعمل 3 ا4 حلقات معاه وكان لسه جديد مش معروف ويعني بقى تقعد تسمع فلسفات وكلام ركب على بعضه ما تعرفش تمسكه من اي حتة في الاخر يعني ما تبقاش يعني ما تقدرش تطلع بتصريف تفهمه فالناس تبقى قاعد عاملة كده هو قاعد يتفلسف ويلف الكلام ويقول لهم ان دي كانت معجزة لقاء الارض بالسماء فالناس تقول سبحان الله الله اكبر وكده او الله 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 يعني انا هزاك تفكر معجزة لقاء الارض بالسماء هل محمد هو كل الارض عشان تقول ان دي معجزة لقاء الارض بالسماء يعني ايه أي كلام كبير أي كلام كبير إزاي بقى الأرض اتقابلت بالسماء لما محمد طلع السماء عشان يتقابل بقى مع هذا الإله فبقت الأرض اتقابلت بالسماء بيحطه محمد في مقام كبير جدا إحنا كنا مثدقين كده لكن حنكتشف بعد كده إنه لا مقام ولا يحسن إيه الأسباب إن هذا الإله قرر إنه يعمل فكرة الإسراء والمعرك دي ليه الشيوخ تقول لنا كده والكتب تقول لنا كده إنه في هذا الوقت كان محمد نفسيته تعبانة يعيني ومضطهد وراح الطائف ودربوه ورجله جرحت ومش عارف إيه وكمان خديجة ماتت وعمومات ومش عارف إيه وكانت نفسيته تعبانة مش ده الوقت اللي كان بيحاول ينتحر فيه بقى وانقطع الوحي والكلام ده كله وكانت نفسيته تعبانة فقال لك بقى إيه ربنا حبي يعمل هلو يعني بقى إيه حاجة حاجة تفرحه يعني ولا إيه وقال لك كمان إنه قريش كانوا بيقولوله إنت يعني ويعمل لنا معجزة ورينا بقى كده أو بيقولوله إيه حتى لو طلعت السماء ونزلت برضو مش هنأمن بيك لو جبت لنا مش عارف إيه برضو مش هنأمن بيك بس بقى إيه لما يجوا الأعراب بقى يتكلم لازم يروحوا مفخمين ومضخمين ومتخنين بس بيوريك يعني لب الموضوع إيه هو عايز يقولك إنه محمد ده ربنا عمله كل حاجة أو هذا إيه اللي عمله كل حاجة شد تبقى مرتكز عليه نسمع أحد الشيوخ وهو بيتكلم عن إزاي بقى حصلت حكاية الإسراء والمعارك ده عشان إيه محمد يطبطب الإله ده يطبطب على محمد نشوف الفيديو الأولي الله يبين له لا يا محمد حنا الآن نبين لك أننا لسنا بغاضبين بل كل الرضا عنك نريد أن نقول لك وللبشرية من بعدك في أمتك إذا كان بعض أهل الأرض أهلها سكانها أعداؤها الذين لا يحبونك آذوك تعال عندنا فوق نبين لك مقامك أنا ما الحمي يعني يعني عايزي يقول له لا أنا مش غضبان عليك ولا حاجة تعال انت زعلان تعال يا بابا أنا هدي لك حاجة حلوة تعال عندي يعني مش هقول ده بس يعني ايه تعال وانا انا راضيك هل هذه المعجزة اللي يعطى فيها المسلمين بقى الصلاة والكلام ده كله المفروض يعني أنا مش تاقي حاجة تانية يعني تطلع منها إيه اللي حكاية الصلاة دي اللي هما بيقولوا عليها وكمان مضروبة يعني يا كمان مضروبة فكل ده اتعامل عشان هذا الإله يطبطب على محمد ليه أين الفائدة الروحية اللي يستفيد منها البشر اللي محتاجين الله عارفين مركز العلاقة بالله هو الطلاقي الإنساني والروحي اللي بيني وبين الله إنه الله يكون بيتعامل معايا أنا مباشرة فيديني حاجات ترفعني روحيا وتفاهمني قدراته وتفاهمني قدسته وتفاهمني مجده وتفاهمني بركاته وتفاهمني معونته وتفاهمني شخصه فأكون إنسانة باعرف الله بصورة أفضل فأنفع الناس اللي حوليي يعرفوا الله برضا أين الاستفادة الروحية من إنه هذا الإله يطبطب على محمد وقوله أنا أعمل لك بقى أنت كل القصة دي عشان أطبطب عليك وقولك أنا مش زعلم منك تعال 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 عندي عندي شوكولاتة مش فهمة يعني إيه الاستفادة الروحية أوكي خلينا نشوف بداية حصلت إزاي القصة يعني أنا ممكن أحكي لكم ملخص للحديث عشان الحديث طويل لكن هناخد منه تفاصيل في الفيديوهات هو المفروض إنه نايم في حتة فجأي جبريل صحا وراح فاتح قلبه وغسل مش عارف إيه وبعدين ياخده بقى يركب البراق ويروح يصلي بالأنبياء وبعدين يسيب البراق مربوط ويطلع السماء على السلالم ويتقابل مع عدة أنبياء مش كل الأنبياء أنبياء مختارين في سماوات معينة يخبط على الباب ويدخل وبعدين إلى أن يتقابل مع الإله ويدي له بقى شوية إعلانات ويتكلمه في موضوع الصلاة وبعدين يرجع تاني يركب البراق ويرجع تاني السرير بتاعه هناخد التفاصيل دي بس أنا هتوقف عند حاجات يمكن يعني مفكرناش فيها قبل كده في هذه اللقاءات الغريبة اللي حصلت في المعراج خلينا الأول نروح لفيديو غسيل قلبه ده نشوف الفيديو أن أبو ذر يقول حدث النبي أن جبريل لما جاءه بمكة قال فرج صدري يعني فتح صدري ثم غسله بماء زمزم يعني غسل قلب النبي سلم وصدره بماء زمزم ثم جاء بالطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبق عليه ثم سكر ثاني مرة طب أنا محتاجة شوية علامات يعني أنا محتاجة شوية علامات أولا دي مش أول مرة يفتح قلبه ولا يفتح صدره وفتح يقولك إيه فتح علشان يغسل قلبه فيقوم يفتح من حلقه لحد بطنه من تحت طب ليه يعني قلبه ده قد إيه عايز يحشي قد إيه طب إيه اللي خلي طب ليه ليه مش القلبه والأمعاء وكل حاجة يعني يعني الكلام غير منطقي وشيوخ يقولك إيه إنه ده حدث فاعلا وحسا وكان حقيقي طب إنت عارفت من إيه ويقولك مرتين ثلاثة ولازم الطسط يبقى دهب ولازم يبقى من ماء زمزم ماء زمزم المتعفن المصارطن اللي بتلقى كانت فيه الحيوانات وكل حقيق يعني ليه ماء زمزم يعني طب ليه ما جابلوش شوية مية مثلا من نهر الكوسر مثلا يعني ليه ليه ما جابلوش شوية مية من السماء من تجاي من السماء طب قد شوية مية معاك تغسل يعني هاته الطبق مليان يعني ممكن يعني معرفش ليه تكرار الغسيل بيغسله من إيه مش هو غسل وهو صغير ومش عارف خاتم الرسالة ومش عارف إيه إيه اللي وسخ قلبه ومش ده خير الناس يعني كلهم ولا إيه مش فاهمة ليه محتاج مسحوق برسيل كل شوية يمكن ما كانش فيه برسيل فما كانش غسيل يعني ينظف جامد أنا مش فاهمة إيه موضوع غسيل للقلب وأن يقول لك ملقوا بالإيمان والحكمة حشاء بقى حشاء بالإيمان والحكمة أين علامات هذا الإيمان وهذه الحكمة في حياة محمد لو لما يعني خلي بالنا إنه ده المفروض إنه ده حصل قبل الهجرة محمد وقتها كانت مراته لسه ميتها ويعني حزين مش كده بس مع إنه كان متجاوز اتنين وقتها ما كانش إسه دخل بعيشة ولكن كان يباشرها أمه ست سنين اكي و بيستمتع بيها بردو يعني محط غالوا على حجره وطلعوا لكن دخل بيها المفروض بقى في المدينة وهي عندها تسعة سنين مش كده فين بقى الإيمان والقداسة إيه هو معنى الإيمان الإيمان إنك تؤمن بأن هذا الإله يستحق إنك تكرس حياتك حياتك لي أنا أتكلم عن الإيمان المسيحي مثلا الإيمان المباشر بالله تؤمن إن هذا الإله يستحق إنك تكون عايش لي إنه حياتك تكون مقدسة مكرسة نظيفة طهرة لي عشان تستحق إنك تقف أمامه لكن ده كل مرة عايز يتكلم مع ربنا يعودوا يغسلوك وبردو فيش فايدة نرجع نغسل تاني هو كان وقتها لسه ده قبل الهجرة حزين على مراته وكان متجاوز اتنين يعني مش فاهمة إيه سر الحزن هنا يعني شايفة إيه علامات الحزن هنا عادي واحد عايش حياته عادي بس بيدور على إنه يملى شغلانة النبي فهو كان حزين عشان موضوع النبي ده مش ماشي قوي في المدينة في مكة الحكمة بقى هل يعني أين رأينا موضوع الحكمة دي يكون مثلا ظاهر في حياته في إزاي كان يتعامل مع الناس اللي حواليه هل الحكمة هي الخداع هي خيانة الناس هي قتل اليهود هي طرد اليهود والمسيحيين من 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 مكة هي مطاردة كل من تكلم ضده هل دي حكمة ولا شر أين الإيمان والحكمة وأين مظاهرهم يعني الدون علامات في حياته الخاصة وفي حياته العامة لأنه حياة الإنسان الخاصة هي اللي بتوريك هو صورة لله ولا لأ بس طبعا في الإسلام فيش حاجة اسمها صورة لله انت عايز تبقى زي النبي ف اهو انا بوريك انه النهار ده انتبه لأن هذا الشخص ليس بشخص تحتذي تحتذي يعني مش مش شخص تقلده ازاي بقى محمد راح أنا بنط شوية معلش سمحوني لأنه في حاجات عايزة يعني أبلوارها شوية موضوع البراق بقى ده خلينا نشوف هو ازاي بقى ربنا بعطله البراق وايه هو البراق ده نشوف الفيديو اللي جاي فجيء له بالبراق دابة دون البغل ثم لما ركبه كأن البغل البراق شمس شمس بمعنى أباء العرب تقول شمس العداوة حتى يستقاد لهم أعظم الناس أحلاما إذا قدروا فقال جبرايل لبراق ما حملك على هذا والله ما ركبك من خلق الله قط أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم فاستكان البراق فراكبه صلى الله عليه وسلم طيب البراق ده إيه لهو ده يعني لهو بغل ولهو حمار وعنده جنحة فهو يعني يا آآ ما دون البغل ومش عارفها أكبر شوية من ما فهمتش هيطلع إيه يعني ممكن يقول مثلا آآ مثلا حصان طائر لكن ده حتى ما بعتنوش حصان وبعت له ما دون البغل وأكبر من الحصان وعنده جنح بس بس الحاجة الغريبة بقى إنه الدابة اللي مسخرة من الله ما عرفتش النبي مع إن النبي كان بيتكلم عن الحمر بتاعه في الأرض طب إيه يعني أنا عايزة إزاي هذا الإله ولا جبريل يا سيدي جبريل نازل ومعاه دابة مسخرة لخدمته فتحرن على خير خلق إلا ما تعرفوش لكنه يعرف يتكلم مع الحمر بتاعه ويكلمه عن زوجاته وكلام يعني يعني إذا كان المستمع يعني اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عائل مش كده نفكر إيه اللي يخلي يعني إنه حتى يحطه ده في القصة على فكرة الشيطان دائما بيقع في الغلط أصد كده ملوش رجلين ولازم حاجة تبين الكد فربنا بيسمح إنه الحاجات دي تفضل موجودة عشان نعرف إنها مش ممكن تكون حقيقة الهدف إن في الآخر يحصل إيه بقى يعني هو المفروض كان عايز يقول حاجة كويسة بس ضربت في وشه يعني فهو بيقولك إنه لما جيه يركب البتاع البغل ده ولا البوراق ده حرن فجبريل بقى يقوله إيه 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 حد ركبك أفضل من الشخص ده طبعا لكان فيه جبريل ولا فيه بوراق ولا فيه كلام من ده لكن دي قصة محمد اللي على لسانه اللي هو عايز يقول للناس شوفه يعني رئيس الملائكة أجدع واحد اللي بيجيب لي الكلام كله اللي عنده الرسالة واللي مش عارف إيه بيقول إن أنا محدش ركب البغل ده المقدمة لنا من محمد هي تعظيم في ذاته وشخصه لأهداف شخصية فقط عشان يوري الناس إنه حتى الملائكة بتمدح فيه وهو كمان بقى إيه أحسن من جبريل يعني هو محمد كمان أحسن من جبريل فعلشان أما يرجع بقى يصحى من النوم يقول لهم القصة بتاعته فيقولوله يا سلام ده حتى جبريل وقف وعمل ومش عارف يكون فيه ماتح يحصل إيه بقى بعد كده المهم الجزء التاني بقى إنه راحوا بيت المقدس وفرضا بقى إنه وصل بالأنبياء وأم الأنبياء ومن هنا بقى تبتدي الهدف التاني بقى إنه يقولوا إيه إنه هذا تسليم كل الأنبياء دول لمحمد إنه هو اللي هيقود الأمة بقى هو اللي هيقود العالم وبالتالي أصحابه وبالتالي كل من يتبع الإسلام بقى الشيخ والقادة والكلام ده كله فاكرين نفسهم بقى إيه هم اللي هيقود العالم دي حتة يعني لازم تتحط في كل قصة بتوصل لنا عن طريق محمد إنه قيادة إنه قيادة الإسلام وقيادة محمد للعالم خلينا نشوف بقى بداية دخول جبريل ومحمد للمفروض السماوات السبعة تمانية تسعة معرفش قدي نشوف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به جبريل إلى السماء وصلوا للسماء الأولى فطرق جبريل والسماء لها أبواب كما تعلمون بدأ جبريل عليه السلام يطرق السماء والمليكة تقول من فيقول جبريل قال ومعك أحد قال أجل معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث إليه كلمة قد بعث إليه ممكن تستغربها يعني هم مش عارفين هو رسول لا قد بعث إليه ليصعد إزاي إنه ما كانش فيه أعرفين نظرة السحرية اللي بتتحط في الباب دي يعني يقدروا يبصوا منها بس يعني من عجب العجاب إنه مش بس أول مرة هو مش هيخبط على السماء الأولانية ويقول لهم مين مين برة يقول لهم جبريل الخطبة مش عارف طب معاك مين محمد يقول لهم أبوعي أو أبوعي ثلاث يعني إيه مش فهم طب يعني إزاي يعني مين مين اللي بعت له طب إنتوا ليه مش عارفين أنتوا مش ملاكة هو الملاكة مش بيجي لهم أمر واحد ولا إنتوا متعودين إن الناس بتخبط كل شوية ربنا يبعت ملاك يجيب له واحد يطلعه له فيشوفه معه تصريح ولا لأ ورينا الخط المسألة غريبة جدا إنه بق يعني مش عامل كده مرة واحدة لا دا استمر يعمل كده في كل السماوات اللي طلعها خليني أخد مكالمة ونستكمل بعد كده أهلا بيك أخ أمدرو من أمريكا أهلا بيك تفضل لا أنا مش من أمريكا أنا من مصر أهلا ساري معلش حقك علي لا لا لعلم حضرتك أنا أنا بالنسبة لي أتمنى إن أنا أموت كريستيان يعني أنا بالنسبة لي هي مشكلتي دلوقتي أنا حتى أنا قلت قبل قبل الهوى إن أنا أنا عمري 56 سنة يعني في كلمة عايزة أقولها لحضرتك أنا الفيديو بتاع حضرتك لما كنت بتتكلمي فيه وحيات يسوع وحيات يسوع ورحمة ماما وبابا يعني إن أنا بقولك إن أنا بكيت فعلا لما لما حضرتك قلت إبن حضرتك بي قولك هتخشي نار قلت إلو لأ إحنا خرجنا من جوهنم أنا فعلا فعلا بنسبة لي يعني مش عايزة أقول بس أنا حسيت بحضرتك حسيت بحضرتك شكرا على إنك بتبركني يعني بكده thank you ربنا يبرك لا يعني ربنا يزيدك بركة ويجعل الخير والنور على إديك نور يسوع على إديك هو نور يسوع أنا أنا موصل فقط لكن هو نور يسوع أنا بقول على إديك شكرا أمير ويستخدمك إنت كمان أنا سعيدة إنه باتصالك النهاردة وسعيدة إنك بتتبعنا this is very nice ربنا يبركك أنا بالنسبة لي أنا يعني حاول حضرتك أنا حاولت إن أنا أتكلم مع ممكن أتكلم مع حضرتك private آه طبعا لو سمحت أمساري مش سمع ممكن أتكلم for the private آه هم دلوقتي هياخدوا منك الرقم متأكدوا بس إنه معاك الرقم and then هطلبك for sure أهلا بيك أخا أندرو شكرا على مشاركتك ربنا يبركك أوكي طعي أنا كنت وقفة عند أنهي نقطة كنا بنتكلم عن موضوع إنه محمد بيطرق الباب الجبريل بيطرق الباب والملاكة تقول مين اللي بر you know طب غالبا يعني حتى المفروض إنه يكون مثلا يبقوا في حراس برا مثلا شوية ملاكة برا وشوية ملاكة جوه لكن الأمر يتكرر وعلى فكرة رتابة هذا التكرار اللي في كل مرة يعيد نفس الكلام في كل مرة يعيد نفس الكلام مين اللي بيخبط أنا جبريل معاك حد معايا محمد حد استدعى أحد استدعى طب تفضل كل مرة هذه الرتابة نجدها في الإسلام وفي القصص الإسلامية وهذا التكرار كتير جدا وده دليل على ضحالة مستوى التفكير أو الفكر المقدم لنا بصراحة يعني يعني اللي كتب القصة معرفش يزبطها كويس خلينا نشوف بقى بعض مقابلاته مع الأنبياء أنا مش هتكلم على كل الأنبياء اللي هو اتقابل معهم لكن مثلا هو أول الأنبياء اللي قابلهم هو آدم قاعدة عامة كل الأنبياء اللي قابلهم يا إما مثلا آدم هيقول له ابن صالح ورسول كريم ومش عارف إيه حيوا بالتحية دي إنه يا إنت يا إما نبي صالح يا رجل صالح يا وهكذا أهلا بيك اتفضل ويمش ما فيش أي حديث لها أهمية في الموضوع إلا في موضوع آدم بس يعني إيه خلاني يتوقف معاش وإيه نشوف الفيديو نشوف إيه اللي حصل في مقابلته مع آدم استفتح السماء الدنيا فوجد أباه آدم فقال له مرحبا مرحبا بالابن الصالح وهذا يدل على أن الأب يفرح بصلاح ابنه على أن الأب يفرح بصلاح ابنه قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلوات الله والسلام عليه وإذا أسودة عن يمين آدم وأسودة عن يساره قلت من هذا يا جبريل قال هذا أبوك آدم والأسودة التي عن يمينه وشماله أرواحه بنيه فإذا رأى أهل اليمين بكى فرح وإذا رأى أهل الشمال بكى طيب أنا رحية مش عارفة إيه اللي بيحصل في الشاشة هنا لكن خليني أشوف أولا هو قال له إيه لأنه آدم بقى المفروض أبو الجميع فقال له أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح وبعدين حاجة غريبة محمد اكتشف أنه حواليه سوادي يعني مثلا أشباح ولا حاجة من اليمين وصور ناس من هنا وهنا أو خيالات مثلا أوكي فسأل جبريل ما أسألش آدم يعني آدم كلمه يعني مثلا لو أنا لو أقابل آدم ده أنا حيكون عندي أسئلة للركب يعني طب إيه اللي حصل طب قولي طب مين اللي كان الأول طب تحب تنصحني بإيه كده يعني أي حاجة يعني فلكن هو بصل جبريل وقال له هو إيه الموضوع إيه الحاجات اللي حواليه دي يعني إيه اللي على جانبه ده فاكتشف إن هو بقى وقف بيتفرج على آدم آدم يبص شمال ويبكي ويبص يمين ويدحك ده مشهد من فيلم اسماعين ياسين في صراحة المجانين بصراحة يعني يعني ده بيقولك إنه آدم شخصية وقفة بتعمل كل حق يعني كل اللي بيعمله إنه يبص يمين يدحك يبص شمال يعني طب ما تبص الشمال بتبص شمال ليه فهو قال له ماله ده وبيعمل كده ليه يعني فيه إيه زي بالضبط عندي شعرة ساعة تروح وساعة تيجي فجبريل قال له إيه قال له يعني إنه بيبص على اليمين ويدحك لأنه بيشوف أولاده اللي دخلين الجنة ويبص شمال ويعاية عشان أولاده اللي دخلوا النار هل هو ده الطريقة اللي يقضي بيها آدم وقته في السماء هل هكذا يقضي البشر الأنبياء الصالحين وقتهم مع الله أمام الله طبعا في الإسلام آه ممكن ده يكون كده لأنه ليس هناك علاقة بين الإنسان والله لكن في المسيحية أحب أقولك أنه الحياة مع الله بعد انتقالنا هي حياة يعني متعة استمتاع بوقتك أنت مع الله والعلاقة الشخصية مع الله والمحبة الموجودة بين الله بيظهرها بقى بتشوفوا وجه اللي وجه بقى ففي حياة روحية في التسبيح وتمجيد اسمه وتعظيمه وشكره ومحبته مش عقود أبص يمين وشمال وعاية يعني الواحد كده عينه رفت خليني أخد مكالمة الأخت سهام من سوريا أهلا بيكي تفضلي أخت سهام تفضلي أهلا أهلا بيكي تفضلي حاول أهلا أنا سماعك وطي التلفزيون من فضلك واسمعيني من التلفون بس أنا سهام من الجزائر نعم أنا من الجزائر ما عايزة أسألك سؤال تفضلي لماذا نحن المسلمون نحترين في المسيحية ركبت الطاولة بزاف على ديننا وعلى رسولنا الله يهديك لا هو مش مش لأنه دينك ورسولك طيب اسمعيني نحن نحن مقتنعين بالدينينا وبرسولينا برحتك حاول طيب وصلت نقطتك وصلت نقطتك اسمعيني أنت بتقولي أن أنا بهاجم دينك لأ أنا مسلمة سابقة وأنا بتكلم على ما أراه وقراءاتي وبحسي والمفاهيم اللي أنا ما كنتش فاهمها صح وربنا فاهمها لي بطريقة أوضح والموضوع مقدم ليكي أنت تبحسي أنا من حق أتكلم عن الإسلام كما أراه بس مش عدم احترام ليكي لكن أنا أقدم فكرة فاسدة تفسد حياة الإنسان وإنتي من حقك تختاري لكن كل الاحترام لكل المسلمين خليني أخد المكالمة تانية مين معايا؟ أخت في ريال أهلا بيكي أخت في ريال تفضلي في ريال تفضلي أنا سمعك الخط قطع خلينا ناخد الفيديو اللي بعد كده شفتوا الفرق بقى بين مقابلته مع آدم وملاحظته على أن آدم واحد قعد مجذوب عما ليعاية على دول ويدحك على دول بس دي كل حياة آدم في السماء ثم أتى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وفي اللغة يقال ابنا خالة لأنه إذا كان أحد الناس ابنا لخالتك فأنت لزاما ابن لخالته إيه الزكاة ده؟ أولا هو يعني كل اللي قاله المفروض أن ابني الخالة ده اللي هو المفروض عيسى ويحيا المفروض كل اللي حصل أنه مثلا يطلع تفرق كده هو ماشي وهم قالوا له أهلا بيك أخون صالح ونبيهم صالح فهز رأسه ومشي بقى محمد يقابل المسيح أنا قابل المسيح ومسألوش مثلا حتى لو أنت معتقد أنه نبي زيك ده أنت ده ده الحي الوحيد يعني المفروض حي في السماء ما ماتش طب اسأله سؤال طب اسأله أنت بتعمل معجزات إزاي مثلا يعني مثلا لكن كل ما كان للشيخ يقوله في هذا الأمر لأنه المقابلة ليس ليها قيمة كل ما كان لي أنه يقول لنا شوف ما ينفعش تقول ابن خالة لا لا ما هو مدام يبقى ابن خالتك تبقى أنت ابن خالته برده لا بصراحة نورت المحكمة يعني نشوف بقى الفيديو اللي بعد كده دي مقابلته بقى مع يوسف ثم أتى السماء الثالثة فوجد شطر من أوتي شطر الحسن وهو يوسف واختلف في معنى الحسن واظهرها عندي أنه على النص من حسن آدم وقال بعض العلماء أنه على النص من حسن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء أنه على الحسن من الجمال الذي خلق الله عليه البشر طيب برضو نشوف إيه المهم في حياة المسلم يعني إيه تقدمت لي إيه الإسلام صغر حياة يوسف الصديق يوسف اللي الله يعني استخدمه في الكتاب المقدس أنه يكون على فكرة مثل للمسيح الألام اللي مر بيها أنه الله يستخدمه في أنه يساعد أهله بعد كده الغفران الكلام ده كل يعني وقداسة قلبه أمام الله أولا الإسلام شوه صورة يوسف وخلاه يكون بيشتهي الست دي وخلاه الفكرة في حياة يوسف أن يوسف جماله نص جمال الدنيا كلها يا نص جمال آدم يا نص جمال محمد يا مش عارف إيه فشال مصداقية قصة يوسف والمعاناة الإنسانية والتزامه بمحبة الله في حياته وأمانته والغفران اللي قدمه ووقوف الله معاه في أنه شكله حلو استفدت أنت إيه روحيا يا مسلم ويا مسلمة إنه يوسف كان حلو؟ طب إنت وحش؟ استفدت إيه؟ طب إنت أحلى من يوسف استفدت إيه؟ إزاي؟ يعني إيه الفايدة الروحية اللي احنا تعلمناها؟ خلني أخذ مكالمة أهلا يا فريالة تفضلي أخذ أماني سلام نعمة المسيح معاك أختي العزيزة سلام وبركة ليك هاي الرب يباركي هاي خرافة الإسراء والمحراج أريد أفهم ما هي الفائدة الروحية للمسلمين وبعدين لما نعملها عملها بالليل ليش ما بالنهار رب المج طبعا ما في مقارنة لكن مفارقة المسيح له كل المج كل معجزات وعجائب وكان يعمل في وطح النهار نعم ومئات وإذا ما أكثر الآلات كانوا يشاهدون لكن هو بالليل بالسر يعني عارفة يا فريال يعني مثلا المسيح على جبل التجلي ما كان معاه تلاميزه يعني شافوه نعم وهو بيتجلى في مجده يعني دائما كان هناك يعني مش دائما لكن معظم الأوقات كان فيه شاهد تفضلي نعم حتى حتى لما كان يخرج الشياطين والأرواح النجزة وكل معجزاته وأحيانا أخوة أماني كان يقلم لا تقولون عن هاي المعجزة هم يروحون يقولون ويخبرون للآخرين عنه نعم وأيضا بعدين هو محمد لما عرج من المجهد الأقصى حسب ما أعتقد إذا يعريت إذا أنا مخطيصة الحيلة أكون ممنونة منك طيب كان المسجد الأقصى ووقت محمد حتى يبقى من إساء المعراج من المسجد الأقصى لا مسجد الحرام يعني كان موجود لا طبعا فيه مقولات كتير في الموضوع ده مثلا أنا النهار ده عايزة أركز على خرافات المعراج لأنها بتوريكي قد إيه في يعني عوار في المنظومة الإسلامية والتفكير وما تقبلناه وإحنا صغيرين وإحنا مش فاهمين وعملين يقول الله ده حلوة أوي وطلع كله كتب في كتب يعني يعني شكرا يا فريال صلواتك من أجلنا نعم بالنهاية هو في جهنم بالنهاية هو بقى بالسماء هو في جهنم وبئس المصير أختي أماني صدقيني قبل ساعة كنت ده أصلي وصليته من أجل كم حبيبتي يوميا أنا أصلي من أجل قناة الحياة وكل العاملين والكادر في قناة الحياة ربنا يباركك أنت الأفضل في الإيمان والرب يباركك ويحافظ عليك ويستخدمك أنت صديقة عزيزة ربنا يباركك شكرا خليني أروح بقى لأحد الأنبياء الهمين جدا اللي قبلهم محمد اللي هو موسى اللي من خلاله هنشوف بقى بردو مشكلة الحديث مع الله ومين مركز المشكلة في الموضوع ده خلينا نشوف مقابلته مع انتقل للسماء السادسة فوجد موسى عليه السلام لكن نقف فوق صغيرة هنا نسيد موسى لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينتقل من السماء السادسة إلى السماء السابعة بكى موسى عليه السلام والحديث في البخاري ومسلم أن سيدنا موسى بكى وقال غلام يبعث من بعدك يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته ولم يكن ذلك حسدا من موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما كان حزنا على فوات هذا الخير طيب لأول مرة وأنا بسمع الشيخ ده بيتكلم يعني لاحظت حاجة أنا كنت فاكرة أن محمد دائما عنده مشكلة مع اليهود عشان فلوسهم عشان بيكشفوه عشان بيفكروا عشان بيسألوا أسئلة تحرجوا عشان كان ليهم مكانة الكلام ده كله صح لكن أنا بأعتقد أنه محمد كان عنده مشكلة مع موسى نفسه لقوة شخصية موسى ولسلطان الله اللي كان في حياة موسى والرسالة العظيمة أنه قد إيه موسى كان رجل الله مستخدم من الله دائما في مقارنة بين موسى ومحمد فمثلا أعتقد الشعراوي اللي واحد قال كده قالك ده أو واحد منهم مش فاكرة يعني قال إيه ده لما أما موسى المفروض أنه طلب يشوف الله أغشي عليه أما محمد يقولك وما زغى البصر يعني محمد كان مركز شايف كل حاجة لكن موسى أغمى عليه مع أنه فيه اختلاف عن أنه يكون محمد شاف الله ولا ما شافش الله لأنه هو نفسه قال لا إزاي ده أنا بشر أشوفه إزاي وفيه ناس تقولك لا شافه يعني دائما هناك مقارنات بينه وبين موسى موضوع بقى الصلوات فضل طلع أخذ المفروض أمر من الله أنه المسلمين حيصلوا خمسين سنة في اليوم نهيك عن خمسين صلة في اليوم نهيك عن يعني بلاهة هذه الفردية أنك تقول أن فيه شخص هيعود يصلي خمسين صلة في اليوم بالطريقة اللي بيصلوا بيديا لو صلى ركعة واحدة هتقسمها إزاي إذن هذا إله يا إما بيعمل لهم مغرز يعني عايز يعمل مقلب في محمد واللي هيتبعوه يا إما هو يعني غير مرتبط أبدا بالمفهوم الإنساني لقدرات الإنسان خالص يعني أو أنه مركز على نفسه بشكل غير عادي وده طبعا يعني واضح جدا في شخصية إله الإسلام أنه عايز الكل يعبده ويبقى يعني وطبعا ده الشيطان اللي عايز ياخد مكانة الله يفضل بقى محمد ينزل من عند هذا الإله لموسى وموسى يقول له لأ مش هيقدره فيطلع ينزله عشرة وينزل تاني مسألة الفصال مع الله دي ده مبدأ إسلامي على فكرة هنا في القصة دي برضو شيء يعني مهين جدا أنك تفكر بالطريقة دي أنك تقدر تفضل طلع نازل تفاصل مع ربنا أنا صلي لك قد إيه على فكرة مفهوم الصلاة في الإسلام مفهوم لا يفيد الإنسان روحيا ولا إنسانيا بالمرة لأنها هي تأديت فرض وليس علاقة ولا اتصال بالله فمسألة الفصال بقى اللي جات من الحكاية دي هي نفس الحكاية أنت بتفاصل ربنا بالأعمال اللي بتعمله قديك مش عارف إيه تديني إيه وإله الإسلام أيضا بيفاصل مع الناس هل إله الإسلام ما كانش سامع محمد وموسى هما بيتكلموا وسائب وطالع نازل ما يقول له بس يا ابني خلاص بقى أنا مش هنزل تاني استفدت إيه أنا إنما تقول لي أن أنت هتصلي خمسة بس بأجر خمسين طب ما تقول من الأول يعني إيه تضيع الوقت ده الإسلام كله تضيع وقت كله تضيع وقت لأنه لا يخطب عقلك وقلبك لا هو عايزك تبقى شغال زي المكنة كده تعمل شوية حاجات وتبقى تايه في الرتابة في الأعمال اللي لا توصلك إلى علاقة روحية حقيقة بالله شوف بقى الفيديو اللي جاي ده بيتكلم على إبراهيم وإنه إبراهيم لما راح محمد شافه قال لقاء قاعد مسنود على البيت المعمور البيت المعمور ده بقى ده كعبة السماء شوف بيقول لنا إيه فالبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السبعة قال ابن عباس هو بمحاذاة الكعبة الأرضية التي في مكة يعني أدي مكة هي ودي الكعبة اطلع فوقها كده مباشرة تنبقى السماء أولى تاني لحد ما توصل السبعة تلاقي البيت المعمور فوقي بالضبط في سنتر الكون ولذلك قال فلو خر البيت المعمور لو سقط لسقط فوق الكعبة قولك إيه يعني على إيدك الشمال وإنت داخل كده طبع ناسألك أنا يعني عايز أعرف هو ابن عباس شافه إزاي وعمل ووزها إزاي وزبطها إزاي إيه الخرافات دي إيه الخرافات دي إزاي عرفت أنا يريد تقولي فاضل قد إيه أوكي طيب أنا عايزة أن احنا نروح للفيديو اللي بعد ده مش الفيديو 13 نروح للفيديو 14 عايزة أقول لكم حاجة على ما يحضروا الفيديو هنا الشيخ بقى بيقول لنا بيقول لنا إيه هو المعراك ده وإنه فيه سلم بتطلع وتنزل عليه الملائكة دي مسروقة من لما يعقوب شاف رؤية وهو بيصلي وهو هربان من من بيته ورايح لبلد تانية وشاف الملائكة بتطلع وتنزل على سلم هذا يعني له تفسير مختلف تماماً وليس له علاقة بأن السماء فعلاً ليها سلم بتطلع عليه وتنزل للملائكة ويقفن له على صفين كده على الجوانب عشان يضربوا له تعظيم سلام كانوا فين الملائكة دي وهم طلعين نزلين وعمالين يخبطوا على باب كل سماء مش عارف تخريف وقص ولزق خلينا نشوف فيديو 14 دون المشاهد التي رأىها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إصالة المعارج رأى الجنة والنار شافهم مدامينين وشاف أنواع من نعيم أهل الجنة في الجنة وشاف أنواع من عذاب أهل النار في النار حاجة تانية رأى خشية جبريل وميكائيل قال مرر طيلة أسر يبيب الملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله الهدف بقى من الفيديو ده أنكم تفهموا حاجة هم بيقولوا أن المعجزة اللي خدها هي الرؤى بقى اللي شافها شاف الناس بتتعذب إزاي وبتتبادل إزاي لكن أنا عايزة أقف عند موضوع جبريل ليه جبريل كان مرعوب من هذا الإله ولماذا كانت الرسالة لكل المسلمين أنك لازم ترتعب من هذا الإله وأنه جالك بعذب القبر والتقطيع والدبح والنار ومعظم أهل النار من النساء وكل ده هو ده الهدف بقى أنك تعيش تحت روعب هذا الإله طبعا أنه الملائكة يكونوا مرعوبين من الله ده مش حقيقي لأن الملائكة في الكتاب المقدس بتقضي كل حياتها تقول قدوس 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 رب الصباقوت كل المجد والعظمة والكرامة لله في حالة عبادة دائمة وفي حالة العبادة لازم يكون هناك سلام دائم لأنهم عارفين أنهم أمام القدوس الفيديو الأخير مهم خلص النبي صلى الله عليه وسلم برحلته وهو نازل الملائكة بتوصيب الحجامة وخلاص فرض عليه الصلاة الخمسة وبقوا بأجر خمسين ونازل النبي وعادة مع جبريل التقى مع جبريل بقى هو طبعا نازل من مكان صريف الأقلام إلى صدرة المنتهى لحد السماء السمعة لقى جبريل نزل مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس لقى البوراق زي ما هو مربوط في نفس الحلقة ركب البوراق مرة تانية ورجع كون توتا توتا بقى خلصت الحدوتة بس المهم بقى أنكم تعرفوا أن الملائكة في السماء وصلت محمد بالحجامة أنا هعمل لكم حلقة عن الحجامة وعن ارتباط الحجامة بالجهاد وهذه الأجذوبة أن الملائكة في السماء اللي عندهم معرفة من الله بيتكلموا عن الحجامة ويقولونه ما تنساش تقطع في الناس وتسايل دموهم وأن الحجامة دي بقى إيه من الطب النبوي الشريف محمد كان بيتكلم على قدر معرفته وعلى قدر فهمه وعلى قدر بلده وعلى قدر بئته وعلى قدر أنانيته وكل ده محمد وضع طبقات وأبواب مغلقة بتبعد الإنسان على الله وتعجيز للإنسان أنه يستطيع أنه يكون قريب من الله ويخطلنا فكرة القيادة الأمة الإسلامية للعالم كله ولكن نحن النهاردة شايفين أنها قضية خاسرة لما الله الحقيقي بيتكلم بيدعون ليه بصورة شخصية ويغير المفاهيم الجسدية إلى روحية سامية نقية مقدسة ويكون لسان حال الإنسان مع الله هو الاشتياق للشركة معاه والحضور أمامه وسماع صوته فيبقى قلبك بيقول كده كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق إليك نفس يا الله الرب يعطيكم هذه الشهوة الحقيقية لمعرفة الله الحقيقي وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر